معنا آتفيا من إسطنبول كاتب والبحث السياسي سيد نظير الكندوري مرحبا بك سيد نظير إذن كيف تقرأ مطالبات بعض النواب باسترجاع أراضي اغتصبتها الميليشيات حياكم الله حيا مشاهدي خناتكم الكريمة حقيقة يعني المطالبات التي يقوم بها بعض النواب السنة في موضوع تجاوز الوقف الشيعي على أراضي تابعة للوقف السني يعني هذا يندرج في أقل الإيمان فقط المطالبة وإلا فهم طالبوا قبل فترات سابقة أيضا بنفس هذا المطلب ولم يجدوا آذان صاغية لا من السلطات التنفيذية كرئاسة الوزراء ولا حتى من السلطات التشريعية مثل البرلمان ويعني ما يفترض بهؤلاء السياسيين السنة أن يقوموا بجمع أصواتهم والتقديم مشروع داخل البرلمان يقتضي بعدم التجاوز على أراضي وممتلكات وعقارات الوقف السني وإلا هذا المسلسل إذا ما استمر يعني نصل إلى حالة أنه يتم تجريد الوقف السني من كل عقاراته ومن كل أراضي لصالح الوقف الشيعي الذي لديه يعني كما يبدو أنه لديه مخطط لمحاولة الاستيلاء على كل أوقاف السنة وكخطوة تندرج ضمن خطوات تشيع هذا المكون العربي السني ومحاولة التغلغل في مناطق سكنهم أو مناطق ذات الأغلبية السنية الوقف السني كما ذكرتم لم يسلم من الاستيلاء على أراضيه يعني أين الدولة القانون التي تتحدث عنها الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال الأمريكي يعني لا أظن أن الكلام بموضوع الدولة القانون والسيادة القانون ما هو إلا يعني ضحك على الذقون وإلا لا يوجد شيء الآن في النظام السياسي الحالي العراقي يمتثل إلى القانون إنما هي بلد فوضى يعني الضعيف يأكل القوي يأكل الضعيف هذا واقع الحال يعني الكتل السياسية القوية التي لديها ميليشيات ولديها يعني دعم أجنبي هي من تسيطر على البلاد وهي من تتصرف وكأنما هي خارج سيطرة القانون ولا ينطبق القانون عليها نحن الآن لا نعيش في بلد تسود فيه القوانين إنما بلد يعني يستطيع فيه القوي أن يمتلك ما يريد وينفذ السياسة التي يريدها والمستبعف والضعيف عليه أن يذعن ويقر بما يريده القوي حقيقة لا توجد سيادة القانون في العراق إلى أي مدى يمكن أن تؤدي هذه الانتهاكات سواء التابعة للوقف السني أو حتى يعني أراضي زراعية إلى أي مدى يمكن أن تؤدي إلى احتقان شعبي ضد الفساد الحكومي برأيك؟ يعني أنا أرى هذه الخطوات ما هي إلا خطوات إضافية في زيادة الاحتقان الطائفي وإلا أن كل كلام الذي يقوله بأنه الدولة فوق الطائفية ويجب نبذ الطائفية لكن تصرفاتهم على الأرض تقول غير هذا الممارسات الطائفية ما زالت مستمرة وهذا ربما هذا الاحتقان الزائد سيؤدي إلى الانفجار مرة ثانية كما حدث سابقا لا ربما في 2014 ظاهرت لنا عصابات مثل عصابات داعش لا نعلم ما العصابات التي ممكن ستظهر هذا الاحتقان يولد الانفجار والانفجار سيكون على شكل فوضوي يحرق الأخضر واليابس يعني هم يمشون هذه السلطة السياسية وهذه الميليشيات تمشي بمخطط نهاية دموية نهاية مدمرة لهم ولكل البلد بهذه التصرفات شكرا جزيلا لك من أسطنبول كاتب والباحث السياسي العراقي نظير الكندوري شكرا جزيلا لك